مباراة الإسماعيلي زي ما قلنا هي مباراة كؤوس يمكن أحد أعضاء الجهاز الفني الكابتن طريق سليمان مدرب حراس المر ما تكلم عن هذه المباراة ومدى صعوبتها ومدى قوتها نتكلم عن مراحل ما فهاش هزار مباراة لا تقاس بسلس نقاط ولكنها مباراة تقاس بكأنها مباراة كؤوس الفوز بيها مش بيقربك بس أنك بتزل على الصدارة أو بتقترب من الاحتفاظ بمركزك في المقدمة وفي الصدارة لا ده بيقربك خطوة خطوة قريبة جدا من إحراز الدور العام الفوز على الإسماعيلي الفوز على المأولين لا يتبقى لك سوى مباراة أخيرة أمام نادي الزمانيك التعادل يكفيك للفوز بالدور وبالتالي كل انتصار وكل سلس نقاط في المرحلة الحالية بيصدر ضغط أيضا على المنافسين في المباراة القادمة عشان يلحقك شوية في عدد النقاط وفارق النقاط اللي بيزيد مع استمرار النادي الأهلي في مسابقة الدور العام واقترابه من خط النهاية وانتهاء المسابقة بشكل رسمي في دوري هذا الموسم اللي كان دوري صعب جدا ودوري ملتحم ودوري في كل الظروف اللي تقدر توصفها أنها صعبة يكاد يكون أصعب دوري مرة على القرى المصرية خلال السنوات الأخيرة كلها منذ بداية هذه المسابقة عام 1948 ترجمة نانسي قنقر